مرحباً بكم في فيديو اليوم. سنتعرف اليوم على موقع رائع من OpenAI، وهو OpenAI.fm. هذا الموقع يتيح لكم تجربة نماذج تحويل النص إلى كلام المتطورة التي طورتها OpenAI. سنتعرف على كيفية عمل الموقع، وما الميزات التي يقدمها، وكيف يمكن للمطورين الاستفادة منه. كما ترون، واجهة الموقع بسيطة وسهلة الاستخدام. الصفحة الرئيسية يمكنكم رؤية نمافج صوتية مختلفة يمكنكم تجربتها. يقدم الموقع مجموعة متنوعة من الأصوات، ولكل منها خصائص مميزة يمكنكم استكشافها. يمكنكم إدخال النص الخاص بكم في مربع النص، ثم اختيار الصوت الذي تريدون سماعه به. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم تعديل بعض خصائص الصوت، مثل النبرة والسرعة، للحصول على النتيجة التي تريدونها. دعونا نجرب الآن بعض الأصوات ونرى كيف تعمل. سأقوم بإدخال بعض المصوص، وسنستمع إلى كيفية نطقها بأصوات مختنفة. متابعي قناة كل يوم موقع جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة. زي ما انتوا شفتوا الجزء الأول من فيديو النهاردة، كان مقدم باستخدام صوت بالذكاء الاصطناعي. حاولت أن أنا أغير النهاردة تاريقة التأديم بتاعت الفيديو. وزي ما أقل لكم الزكاء الاصطناعي لإسمه كورل في الأول خالص، كل ما تريدوا معرفته عن OpenI FM، وقفنا عن تجربة بعض السكريبت أو النصوص، ونشوف إزاي ممكن إحنا ننتج أصوات مختلفة بإنفعالات مختلفة باستخدام OpenI FM. يلا بينا نشوف الموضوع ده إزاي. أول حاجة، حبتدي أحط التكست بتاعي في المكان بتاع الاسكريبت بالمنظر ده كده. التكست هنا جزء من قصة رعب أو قصة غامضة، فبالتالي أنا عايزة الصوت يكون له مواصفات معينة. أول حاجة ممكن أختار بالد، وهنا بالنسبة للفايب، ممكن تبتدي أن تعمل كل شوية ريفراش كده لحد ما بيجيب لك أنواع مختلفة من الفايبس. ممكن أختاره دراماتيك. هنا الدراماتيك له مواصفات معينة من ناحية الفويس أفكت. طبعاً لو أنت عايز تعمل أي إدت تقدر أن أنت تعمله. وهنا ده مواصفات الفويس، اللي هو الفايب بتاعته دراماتيك. حيكون الفويس أفكت، التون، الإيموشن، البيسنج، الإمفيسايز، الحاجات كلها الخاصة، البرونانسييشن، طريقة النطق، الوقفات، البوزز، هو هنا فيه إيستركشنز خاصة بهذا الصوت. طبعاً لو أنت عايز تعدل عليه، قم بالتعديل عليه، ما فيش أي مشكلة فيه. هنا حتبتدي تقول له بلايه. في لحظة ما انتطأت الأنوار وساد الظلام الدامس شعر الأصدقاء بأيد باردة تلمسهم وسمعوا صوت ليلى يهنس بأسمائهم حاولوا الهروب لكن الأبواب والنوافذ أغلقت بإحكام وكأن المنزل يرفض تركهم. بعد كده لو عجبك الصوت بتبتدي تعمله داونلود. فيه إمكانية كمان أن انت تعمل شير للصوت من خلال اللينك. ممكن طبعاً تعمل بعض التعديلات في الجزء المتعلق بالفايب، الانستركشنز الموجودة تحت عايز تشيل أي حاجة، عايز تضيف أي حاجة ممكن أن انت تضفها أو تشيلها. تعالوا نجرب حاجة تانية. ممكن أجرب صوت تاني وليكن إيكو وأختار معي. وتعالوا نسمع إيكو بالفايب أولد تايمي بالإنستركشن الموجودة تحته. وحندوس على بلي ونسمع الصوت. في لخنة ما انطفأت الأنوار وساد الظلام الدامس. شعر الأصدقاء بأيد باردة تلمسهم، وسمعوا صوت ليلة يهمس بأسمائهم. حاولوا الهروب، لكن الأبواب والنوافذ أغلقت بإحكام، وكأن المنزل يرفض تركهم. ده بالنسبة لي صوت إيكو. تعالوا نشوف حد تاني. أش، ممكن أختار، يكون، سبورتس كوتش. طبعا هو مش متوافق الموضوع ده مع التكست، ولكن أنا بس بوريك الأصوات مع الفايب بتاع كل صوت. في لحظة ما، انطفأت الأنوار وساد الظلام الدامس. شعر الأصدقاء بأيد باردة تلمسهم، وسمعوا صوت ليلة يهمس بأسمائهم. حاولوا الهروب، لكن الأبواب والنوافذ أغلقت بإحكام، وكأن المنزل يرفض تركهم. زي ما احنا شايفين، غيرنا الصوت وغيرنا الفايب، وتقدر بقى تعمل حاجات كتير جداً، وتقدر ان انت تزبط الصوت بناء على نوعية المحتوى اللي انت عايز تقدمه من خلال هذا الصوت، وتعمله داونلود أو تعمله شير من خلال هذا الموقع المجاني اللي في الأساس هو مقدم للديفولوبر زي ما احنا قلنا في بداية الفيديو. بيجي صغير وبسيط، ولكن ممكن يهم البعض اللي دايماً بيركز على تقنية تحويل النص إلى صوت بالذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي، خصوصاً انه بيدعم اللغة العربية بشكل جيد جداً، وأيضاً مجانية. أشوف فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد، زي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو، ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو كنتم متابعين الأعزاء، ما تنساش اللايك وشير وكممنت، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.